اشتركوا في القناة جاء ذلك بحضور أصحاب السمو والمعالي والسعادة وزراء خارجية في دول المجلس ومعالي السيد جاسم محمد الابداوي الأمين العام لمجلس التعاون وتم خلال الاجتماع بحث الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس الوزري بما فيها متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى والمجلس الوزري والتوصيات والتقارير التي أعدتها اللجان الوزرية والمجالس المتخصصة والأمانة العامة في كافة مجالات التعاون الخليجي المشترك وبحث المجلس الوزري مخرجات الحوارات الاستراتيجية بين مجلس التعاون والدول والتكتلات العالمية ونتائج مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة بين مجلس التعاون وعدد من الدول والمجموعات الدولية وتدارس وزراء الخارجية الموضوعات المقرر إدراجها على جدول أعمال أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون في دورة المجلس الأعلى الخامسة والأربعين التي ستعقد في مدينة الكويت في الأول من ديسمبر المقبل كما استعرض الوزراء تطورات الأوضاع الاقليمية والدولية والتحديات التي تواجه دول المنطقة وانعكاساتها على الأمن والاستقرار الاقليمي والجهود التي تبذل لتخفيف حدة التصعيد والتوتر والتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة وتيسير توفير المساعدات الإنسانية للمدنيين ودعم جهود إحلال السلام في المنطقة